وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساساً متينة للتحديث الشامل للجهاز الإداري على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفاء العناصر في جميع المؤسسات وتأهلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً وذلك في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة بحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة التي تم تشيدها في العاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبوني وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة حيث وصل عددها إلى 14 وزارة واجهة حكومية بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة